والبداية من لبنان فزجال طويل بين أخذ وجذب كان بين الحكومة اللبنانية وتنظيم جبهة النصرة التابع للقاعدة منذ أن خطف التنظيم أكثر من عشرين من عناصر الأمن الداخلي والجيش في لبنان بدأ استجال بمطالب الإفراج عن سجناء من تنظيمات متطرفة وهو ما تسبب في أزمة داخلية أثرها ذو المخطوفين الذين منفكوا ينظمون الاحتجاجات لإجبار الحكومة على تسوية المسألة تسوية أجلت أكثر من مرة بعد وصولها إلى اللحظات الأخيرة بسبب طلبات الطرفين الإضافية لكن يظهر أن القضية التي شارفت على الحل مع قبول بيروت بمبادلة المخطوفين الستة عشر بستة عشر من السجناء بينهم نساء ستؤجل مجددا بانتظار نجاح الوساطة التي تتولاها قطر الموكب الأمني الذي شق طريقه في قرى البقاع اللبناني متوجها نحو بلدة عرسال شرق لبنان كان مكلفا بنقل العسكريين اللبنانيين المحتجازين لدى جبهة النصرة عندما تصل المفاوضات بين الجهة الخاطفة والدولة اللبنانية إلى خواتيمها لكن المراحل الأخيرة من التفاوض انتكست على وقع رفع الخاطفين من سقف مطالبهم في محاولة لابتزاز الدولة اللبنانية في الربع ساعة الأخير الجانب اللبناني ممثلا بمدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم تكتم على تفاصيل العملية وأكدت مصادره أن التفاوض لم يتوقف خلال ساعات النهار وأن الاتفاق لم يبرم لكن مصادر مطالعة أشارت إلى أن عملية التبادل تشمل تسليم 16 شخص من الموقفين في لبنان من سوريين ولبنانيين مقربين من النصرة بينهم خمسة نساء منهن طليقة أبو بكر البغدادي المتحدرة من عائلة ينتمي أفرادها إلى النصرة فيما تتمسك الأخيرة بالإفراج عن اللبنانية جمان حميد التي أوقفت خلال قيادتها سيارة مفخخة ورغم صعوبة الشروط الأولى لم تتوانى الجبهة عن إضافة مطالب تصنف مكاسب سياسية وميدانية ويصعب تنفيذها على الأرض أبرزها تأمين ممرات آمنة لجرح سوريين إلى تركيا وقد تعود هذه المكاسب خسائر تمنى بها النصرة وحلفتها تركيا يومياً في ساحات وميادين أخرى ابتزاز قوبل بتهديد من الجانب اللبناني تمثل بسحب قافلة المساعدات الغذائية التي كان يفترض تسليمها للخاطفين لتوزيعها على مخيمات اللاجئين السوريين خارج عرسال وهو أحد بنود استفقه قوبل التهديد بتصعيد متبادل جمد زيارة موفد لبناني كان في طريقه لزيارة الخاطفين في المناطق التي يتحصنون فيها في سعي لتقديم حلول بديلة للشروط التعجزية انسحبت الوحدات العسكرية وعاد موكب الأمن العام من حيث أتى حل الليل وأبقى كل طرف على موقفه باتت القضية إذن في مرحلة عض الأصابع لم يكتب لمسلسل المفاوضات أن يشهد نهايته اليوم لكن توقف التفاوض لا يعني بالضرورة فشلها أو عودتها إلى نقطة الصفر وفيما يبيت الجنود الأسرى ليلة جديدة مع الخاطفين بانتظار ما ستصفر عنه المفاوضات في الساعات المقبلة تبقى العيون الشاخصة باتجاه جنود آخرين يحتجزهم تنظيم داعش ولا أحد يعلم مصيرهم دارين الحلو سكاين نيوز عربية من مشارف بلدة عرسال شرقي لبنان معنا الآن من بيروت الكاتب والباحث السياسي حازم الأمين مساء الخير أستاذ حازم مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار مرة أخرى على ما يبدو نصل إلى مرحلة وصلنا إليها من قبل ترفع الأمال بشكل ربما مبالغ فيه إلى حد ما ثم تعود لتنتكس مرة أخرى برأيك ما هي أسباب الانتكاسة هذه المرة يعني يجب أن لا نقول أنه انتكاسة يبدو أن هناك عراقيل وصعوبات جديدة ولكن لم يحسم أن العملية التفاوض قد فشلت بعد يبدو أن هناك شروط جديدة للنصرة بحسب ما تسرب من أوصات متابعة للمفاوضات أو أوصات لبنانية ولكن حتى الآن يصر الأمن العامل اللبناني ورئيسه على أن المفاوضات مستمرة وأن عراقيل جديدة ولكنها مستمرة وهناك شروط جديدة ولكن لم يفصح بعض عن هذه الشروط وأعتقد أنه من أصول المفاوضة الإبقاء على المداولات طيل كثمان يعني أنا باعتقاد أنه الدولة اللبنانية دفعت أثمان كبيرة لقاء في هذه الصفقة وأعتقد أنه من هذه المرة إذا ما صح أن هناك 16 موقوفاً للمصرة أو لجماعات متشددة سيفرج عنهم ومن بينهم أسماء كبيرة متورطة كجمانة حميد التي ضبطت أثناء نقلها أثناء قيادتها سيارة مفخخة وطبعاً سجد دوليمي وهي الزوجة السابقة للبغدادة هذه أعتقد أثمان كبيرة تطرح إمكانية أننا في إطار عملية مفاوضة جدية طبعاً أنه تواجه صعوبات ولكنها جدية باعتقاد نعم البعض يقول هذه المرة الوضع مختلف عن الماضي ما هي المؤشرات برأيك أستاذ حازم التي تدل على أنه بالفعل المفاوضات ربما أكثر جدية ووصلت إلى مرحلة متقدمة هذه المرة مقارنة بما حدث في السابق أولاً للمرة الأولى تقبل الحكومة اللبنانية بإدراج أسماء فعلية لموقفين لديها ثانياً ما دفع إلى الاعتقاد بأن المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة ما هو تجهيز عدد من الشاحنات وشاحنات المساعدات التي طلبها الخاطفون ونقل الموقفين إلى منطقة البقاع اللبناني مما يعني الإسراع بعملية أن هناك تسريع بعملية المفاوضة والمبادلة ربما الساعات الأخيرة شهدت تعثراً واضح وتم تسريب خبر عن أن هناك شروط جديدة غير واضحة قيل أن هذه الشروط مرتبطة بخطوط انسحاب طلبها المسلحون لعناصرهم باتجاه مناطق في داخل سوريا قيل أيضاً أن حزب الله طلب أن يدخل عناصره الثلاثة الذين أسروا في حلب ضمن الصفقة هناك كلام كثير ولكن حتى الآن لا شيء أكيد نحن ننتظر أعتقد أن الساعات القليلة المقبلة ستنقل أخباراً تكشف عن طبيعة ما جرى وتراجع التفاؤل ولكنه لم ينعدل لو عدنا إلى الأسماء المطروحة أستاذ حازم أشرت قبل قليل إلى جمانة حميد وأيضاً ربما أسماء أخرى الخطورة التي يمثلها مثل هؤلاء الأشخاص هذا يدفع إلى التساؤل إلى أي مدى يمكن أن تذهب الدولة أي دولة ليس فقط لبنان في التفاوض مع جهات مصنفة إرهابية جهات تحاربها بشكل مباشر في التفاوض من أجل قضايا إنسانية نحن نعلم أن هناك ضغوط كثيرة على الحكومة اللبنانية سواء من ذوي المخطوفين أو من أطراف أخرى للإفراج عنهم ولكن إلى أي مدى يمكن أن يذهب لبنان في هذه المسألة في التفاوض مع تنظيم مثل النصرة برأيك؟ أنا رأيي أنه يجب الذهاب هناك يعني حياة جنود أثمن بكثير من بالمعنى الأمني لا أعتقد أن هناك قيمة كبيرة لسجد دوليمي أو لجمانة حميد لهم قيمة قضائية وقانونية ومعنوية ربما وهذا الأمر يمكن التساهل به حيالا إذا ما تم تحرير 16 جندي لبناني عائلاتهم تعاني وهي معتصمة منذ أكثر من سنة أمام السرعي الحكومي يعني يمكن للدول أن تقدم تنازلات لقاء أثمان من هذا النوع وأنا يعني معهل مع هذه التنازلات خصوصا أن الأسماء لها كما قلت قيمة قضائية وعدلية وليس أمنية نعم ولكن الأمر لا يقصر فقط على النساء التي لواتي أشرنا إليهم ولكن هناك أيضا مقاتلين من جبهة النصرة بحسب ما فهمنا أيضا سيفرج عنهم في هذه الصفقة يعني أنا لا أعتقد باستثناء جمانة حميد أن أحد سيكون أحد المفرج عنهم له علاقة بالملفات الأمنية المتعلقة بالتفجيرات في لبنان يعني هذا الأمر أستبعده ربما هناك مقاتلين للمصر أسروا في مناطق مختلفة في لبنان ربما هناك موقفين حاولوا عبور لبنان إلى خارج ولكن مرتبطين بالتفجيرات التي جرت في السنوات السابقة في لبنان أستبعد أن تكون الدولة اللبنانية في مجال المفاوضة حول أحدهم مع جبهة النصرة وأعتقد أنه أيضا جبهة النصرة يعني أدارت المفاوضات في المرحلة الأخيرة بدرجة من العقلينية إلى حد أنه طلبت الممكن من الدولة اللبنانية فهي مساعدات عينية وأسماء باعتقادي أنه تعرف هي أن الدولة اللبنانية يمكن أن تتحرك بها مشيها إذن أين هي الشروط التعجيزية التي يقول البعض أنه جبهة النصرة طرحتها وطالبت بها في الربع الساعة الأخير يعني قلتلك ما زال الموضوع غير واضح هناك تسريبين تسريب الأول قيل أنه جبهة النصرة وضعت اسمين جديدين لا نعرف من هما هناك تسريب ثاني قال أنه حزب الله طلب أن يدخل موضوع أسراه الثلاثة في حلب ضمن هذه الصفقة هناك شيء غير واضح طبعا هناك أيضا تسريب ثالث له علاقة بفتح طريق أنا أستبعده بفتح طريق لجماعة المصرة باتجاه الداخل السوري طريق آمن هذا الأمر أستبعده أنا أرجح أن لهؤلاء المقاتلين طرق ما زالت مفتوحة وإلا لم تمكنوا من الاستمرار لسنوات طويلة لأكثر من سنتين في جبال القلمون محاصرون ويقاتلون بأعداد محدودة باعتقادي أن هناك طرق ما زالت سالكة لهم إلى الداخل السوري وإلى المناطق الحدودية المفضية إلى لبنان وإلى حمص شكرا جزيلا لك الأستاذ حازم الأمين الكاتب والباحث السياسي كان معنا من بيروت